موسيقى بهدف العمل على ضمان إيصال الدعم لمستحقي والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً والفئة الأولى بالرعاية جاءت فكرة تشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك تنفيذاً لتوجيهة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2022 صرع بعدها منظمة المجتمع المدني إلى الاجتماع للتباحث في كيفية الخروج بمقترح لهيكل ينظم عمل تلك المنظمات التي تنتشر في كافة أنحاء البلاد لينتج عن هذا الاجتماع كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنذ الأعلان عن نواة تأسيسه شارك التحالف الوطني في تنفيذ العديد من المبادرة التنموية والخدمية للدولة بجانب قيمه بتوزيع الملايين من المساعدات على الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية فضلاً عن تنظيم قوافلة طبية تقدم الخدمات والعلاج بالمجان وفي أشد الأزمات أسهم تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العمل على التخفيف عن المواطنين في مواجهة الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي مر بها العالم أجمع ومصر ومن أبرز المبادرات التي أشرف التخالف على تنفيذها مبادرة رئيس الجمهورية كتف كتف والتي تعد أكبر خدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري لتتولى بعدها مبادرة دعم المواطنين في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية لتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص فتعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر مستهدفين في ذلك الوصول إلى الأسر والفئة الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاول وخلال المؤتمر الأول لاستعراض إنجازات وإسهامات التحالف الوطنية أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دور كافة الجماعية والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات ومش عايز أنسى أن أنا أوجه التحية والتقدير لكل الكيانات اللي بتمسك مش التحالف بس مش اللي جوه التحالف بس لا أنا كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجيه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين وده دور إحنا محتاجينه إحنا محتاجين هذا الدور النهاردة لما بيكون في مؤسسة مجتمع مدني بتشتغل بتقوم بدور الحكومة مش هتقدر تقوم به بنفس الكفاءة وفي مايو عام الفين عربعة وعشرين صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من مؤسسات المجتمع المدني المصرية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والعمة وهو القرار الذي حظي بإشادة واسعة وأكد الجميع أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات التحالف وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وبجانب إسهامه في دعم جهود الدولة في إيصال الدعم إلى مستحقي شارك تخالف الوطني في تنفيذ مبادرة مسافة السكة فوراً دلاع العدوان الإسرائيلي على غزة وحشد تخالف مئات الأطنان من المساعدات لإيصالها للأشقاء في غزة إنجازات هائلة حققها تخالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ الإعلان عن نواتي تأسيسه في مسيرة تنموية تهدف إلى دعم جهود الدولة في الارتقاء بحياة المواطنين من خلال تنصيق تام بين مؤسسة الدولة والتحالف وتضفر الجهود بشكل غير مسبوق للوصول للأسر الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية